بسم الله الرحمن الرحيم ده مثال عملية على مراجعة ملف ريفيت كان في شرق عملاته وبنرجع على الشغل باش تصد اخطاء بس بنقول لهم على المشاكل بحيس انها تتحل تمام فيه تقرير ده تاني كان بفيه مثلا ال ال او دي مظبوط ولا اقه الملف ريفيت مسيحته كبيرة باش مسيحة هسب القدوة ولا اقه تقرير تاني ده تقرير بين الشغل باش متلسك مع بعضه سري دي موديل ريفيو ريبورت بابدأ اشوف كل مشكلة وعمل لها زي صفحة بيكون عبارة عن ريفيت فايل نيم اللي في المشكلة ولو في مشكلة بين ريفيت وملف الكات باكتب له ملف الكات بحيس يقدر يرجع له ما يبقاش تايه تمام الليفل بتاع المشكلة ايه تمام يعني ده في الجراوند ولا في الفيرست ما نفعش اسيبه مش عارف المشكلة دي فين ويقعد يلف ويقعد يعمل سيرش وحكذا كده لا انا بسهل عليه زي ما انا عايز هو سهل علي انا بسهل عليه بقول له افتح الملف الفلاني الدور كذا هتلاقي في ال اكس وال واي كذا المشكلة ده كان على طرف المبنى فمش لازم اعمل له ال اكس وال واي تمام شفت نيد كورنينيشن فيه هنا شغل خبص بعضه شغل مع المية محتاج التنسيق مع بعض المشكلة اللي بعد كده برضه هتطلق بلف في الريفيت الكاد المشكلة مي بي نيت كورنينيشن تمام فيه كذا حاجة خبطة في بعض تمام هنا برضه نفس الحاجة مي بي نيت كورنينيشن محتاجه نيت ترتابه هنا برضه شغل تكييف خارج بارو شفت خلص تمام طيب هنا في اللقطة دي مكنش فيه اكس وال واي محتاجه عشان اكس وال واي يزهر ان انا اقبر صورة و هتبقى المشكلة بشواضحة فكتبت له دي اسمي الروم كذا ارخش على الروم ديت هتلاقي المشكلة موجودة تمام هنا برضه قلت له اده خليبك في حاجة خارجة هيت دكترايزر ان بازمت نوت سيم دكترايزر ان جراوند خليبك في مشكلتين هنا في شغل برا هو والدكترايزر اللي في البيزمند مش في نفس المكان اللي فيه في الجراوند يعني محتاج كوردينيشن بين العناصر ده في الدور الفيرست هنا ما عديتوش اكس وال واي بس اديته الرقم الغرفة طبع الموضوع بالنسبة له واضح برضه هنا مي بي نيت كوردينيشن انشفت في مشاكل في كوردينيشن تمام اه مي بي كوردينيشن تقريبا في فترة دي كان اغلب مشاكل المعمل رشيات حلت او قلت و اغلب بشكل مي بي ده هنا في مشكلة جراوند والفيرست بالزايا بعد في التكييف ده في حاجة مشفايل بالشفت ميسنج شفت فوردقت فرودي يعمل له أدقت يعمل له شفت قصدي هنا برضه كتبت له اسم الغرفة حددت له المجدف في اين دور حددت له اسم معاف وقلت له ان في المشكلة المجدفين باب نيد الالين وز موديل باب نيد موف تو شفت في باب بره شفت هنا برضه نفس الحاجة مي بي نير كوردينيشن طيب خلينا نزل شوية باب رايزر اس ميسنج الرايزر مش موبوت شايف البيب واقف هنا قوتيها بش وصلها للمكان محدد البيب ديت باب رايزر اس ميسنج اهو او رسم ويف هنا فالرايزر اللقس باب رايزر خلينا نزل شوف مشكل تاني كل المعمار اول شي او في مشكل هاي او في هنا مشكلة بين او هنا حصل مشكلة بين الريفت والدابلشي اللي اعطنا في اختلافات هنا مفرود ا кстати من owners بقيت و ج يجب أن يكون هناك ترحيلة لشغل ليس في نفس الأماكن ويجب أن يكون مختلفة مختلفة في مكان هذا موجود هنا ويجب أن يكون هنا هناك مشكلة نبدأ نرى هالسكشن ليس في نفس المكان أو في الساعة مثلا بيكون حتة مثلا عسل المثال ده رمب في الريف تبقى دقيقة بالضبط في الكاد ممكن ما يكونش خدها قبلها أو بعدها بالضبط فلازم نرجع للموضوع ده ونرى المشكلة دي فين هنا مثلا هنا مفروض في الكاد حتة واحدة في الريف تبقى خليك عارف المشكلة ولو عندك رد اقول لا ده احنا عملينا عشان كذا كذا ده القديمة لا ده السكشن ليس في نفس المكان نبدأ نتناقش الهاتف نحن نصل للصحة بشأن نحن نطلع نفسنا غلطان في مسافة بين الماربل و الماربل في غرفة الدراف ما ده ما فيش اكسات لسي ما حدد له اسم الغرفة فهو يبدأ يشوف هل فعلا مفروض الماربل يطلع أو مفروض الماربل ينزل هنا في نقص في حاجة نقص هنا في نقص في المسافة ديت أو الول دي ما يفروض تكمل هنا برضو في دور نقص في الاتوكات موجود بس في الريفت مش موجود فكذبت له الاتقاد فين و الريفت فين فيبدأ يشوفه تمام ميسنج دور ميسنج ستير في الريفت فيه دور نقص ودور مش متبكين مع دول فلازم نرجع نتنقش فيه تمام خلان ناخد مثال كده تقريبا على قوة من المبنى و حتى اتجاع المشاكل في المبنى لحد ما رأي المشاكل و ابدأ اشوفها في حاجات ما بيجيش غب كده مثلا الوقس رو بيجيبا على قوة من المبنى دي دي مفروض انها دي لغفر فتحت الماكن ففي حاجات طلع حاجات نازلة فمفروض يزبطها ومجرد بس ان السلبة تبقى كده من فوق هتلاقي من السلبة تبقى متحت